قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رضا حجازي قال إن نسبة النجاح هذا العام في شهادة الثانوية العامة بلغت 78.8 في المئة ارتفاعا عن نسبة البالغة 74.5 في المئة العام الماضي وخلال مؤتبر صحفي عقده بالعاصمة الإدارية الجديدة استعرض الوزير الإحصائيات الخاصة بنتائج الثانوية العامة مشيرا إلى أنه لم يحصل أي طالب على درجة 100 في المئة نسبة النجاح للبنون 80.6 في المئة والبنات 77.4 من عشرة والإجمالي نسبة النجاح هذا العام هي 78.8 في المئة الحياة الجدولة اللي شايفينه حضراتكو أمامكو هو بيعكس مستويات النسب المئوية للنجاح عبر السنوات المختلفة لو خدنا السنة العام الماضي كانت 74.5 من عشرة هذا العام اللي هو 22.23 78.8 من عشرة يعني أفضل كثير يعني بمعدل 5% تقريبا عن العام الماضي الماضي ترجمة نانسي قنقر